السلام عليكم رقم سبعة مثال شامل ومهم بعملية تصميم سولر سيل الخاصة بالمناثل والمعامل سنرى المثال يقول design an off grid PV system to power the house electrical instruments that are listed in table below احنا عدنا اجهزة خاصة ببيت معين يريد اصميم لمنظومة خلايا شمسية off grid off grid بمعنى انه غير مرتبطة بالشبك الوطنية بمعنى انه هذه المنظومة فقط تجهز الاجزة الكهربائية الخاصة بالبيت the location of house is at hums syria with 34 degree and 36 degree as latitude and longitude respectively نعطيني خطوط العرض وخطوط الطول الخاصة بمدينة حمص في سوريا بنحتاجها بحساب زاوية ميلان the solar panel the ambient temperature is 25 degrees and one day of autonomy عدد الايام الغائمة ويوم واحد ونحن اتفقنا دائما من الدول العربية ناخذها قيمة واحد the daily length is 5.5 hour in December دائما ايضا حساباتنا بهتش نوع من ديزاين نحسب على اسوأ time اللي هو في شهر ديسمبر اللي تكون اقل عدد ساعات شروق الشمس بي ليا 5.5 في مدينة حمصة select the battery type is valve regulated lead acid FLA نوع البطارية هو محدد لياها لتنطيني 12 فولت 20 ampere hour بعشر ساعات with depth of discharge 100% بمعنى انه تفريغ البطارية يتم تماما كاملا 100% ويكون تفريغها في 10 ساعات and design margin equal to one ايضا نعطيني قيمتها واحد use polycrystalline PV module with 325W بمعنى احدد لي نوعية solar panel وقدرة الموديول اللي انا راح اختاره الاجهزة اللي محدد ليها هي air conditioning عدد واحد ووشنج ماشين واحد والرفريجريتر الثلاجة واحد لابتوب واحد والتيبي واحد وعدنا lighting pump عددها اللامب العفو عددها 4 كل جهاز نعطيني القدرة مالته ونعطيني عدد ساعات التشغيل لانها لا تشتغل 24 ساعة فقط الرفريجريتر الثلاجة تشتغل 24 ساعة لكن بقيت الاجهزة تشتغل بساعات معينة من اليوم فهذا مني اريد احسب المطلوب هو design off grid PV system لازم حتى احسب حتى اصمم هذا السيستم لازم اول شي احسب عدد الاحمال كمية الاحمال بالنسبة للمنزل فاني عندي عدد الاجهزة وكل جهاز والقدرة مالته فاضرب عدد الاجهزة فيها القدرة راح تطيني حمل كل جهاز اجمعها راح يطيني 1297 واط هسا هذه الاجهزة انا اعرف حتى تشتغل ويحتاج لها starting ampere يعني قدرة اقلاع لانه هاي الاجهزة تشتغل ب1220 واط على سبيل المثال air conditioning لكن فيها عمليات تشغيل الاولى فتحتاج الى قدرة اقلاع مقدارها اربعة اضعاف قدرة الجهاز فالـ 1200 من اضاعها فارمع مرات في اربعة راح تصير 4800 والـ 500 راح تصير 2000 والـ 300 راح تصير 1200 وهكذا هسا هذه القدرة اللي انا حسبتها من اجي اضربها في حدد ساعات التشغيل راح تطيني القدرة الفعلية الكلية بالنسبة لليوم الواحد فالـ 1200 اللي وصلت الى هنا اضربها في 6 راح تصير 7200 وـ 300 او 500 في وان عدد الساعات راح تصير 500 وهكذا واجي اجمعها راح تطيني القدرة الكلية هذه القدرة الكلية طبعا انا ما راح اقدر اعتمد عليها بالـ design انا احتاج ان اضيف لها 10 الى 30% واني ضفت لها 20% من القدرة هذه القدرة اللي انا وصلت لها ضفت لها 20% اضافية شنو الغاية من هاي الاضافة هي هذي ريشو اللي هي DC ريشو على الـ AC ريشو DC اللي هي قدرة تيار البانول على قدرة تيار الانفيرتر نحن اتفقنا لازم اللي اختاره القدرة مالتا تكون اكبر من قدرة الانفيرتر بمقدار 25% ولهذا انا ضفت 25% او 20% الى القدرة الفعلية فصارت القدرة الفعلية اللي انا راح اصمم عليها المنظومة المنظومة مقدارة 19.5 كيلو وات اوار اوار بير دي الان حتى احدد جهد المنظومة راح يكون الموضوع عندي سهل لانه انا من اجي على الحمل اخذ اقل حمل اللي هو 2297 اشوفه هذا اكبر من 2000 و احنا اتفقنا اذا كان الحمل اكبر من 2000 راح اخذ جهد السيستم 48 فولت بمعنى انه الان المنظومة اللي راح اختارها بجهد 48 طبعا هو حددني بالواط القدرة هذا الجهاز حددني اياها بالسؤال قال لي تختارها بولي كريستالين ب325 واط حددني بالنوع وبالواط لكن ما اطاني الفولتية الفولتية انا حددتها من خلال الحمل الاجهزة الكهربائية هسا اجي اصمم البطارية عدد البطاريات وشون اربطها بالتوالي والتوازي حتى اصمم عدد البطاريات لازم اطبق هذه المعادلة اللي تعتمد على الامبير اوار الكلي هذا الامبير اوار الكلي يحتاج امبير اوار بير داي ويحتاج بقية المعطيات راح نتكلم عليها فالامبير اوار بير داي هو القدرة المتوقعة عن نصرفه الياني حسبت 19.6 هاي القدرة بعد ان ضفت لها العشرين بالمية هذي اللي راح اني المتوقعة اللي راح اخديها هنانا بمقسومة على الباتري بانك فولتش قدت فولتية البطارية هي في 11 فولت ايضا هذي هو محدد نياها من قل يختار البطارية هي 11 فولت فعليه من راح اقسم هذي القيمتين راح تطلع عندي بهذا الشكل طبعا انا هذي راح ارجعها الواطفة اضربها في في الف فصارت 1630 قيمة الامبير اوار بير داي هنا خليتها بقى عندي تيمبرتر كوريكشن فاكتر تيمبرتر كوريكشن فاكتر تعتمد على عامليا عامل درجة حرارة الجوة نوع البطارية فمن اجيل درجة حرارة عندي 25 نوع البطارية فعليه تيمبرتر كوريكشن فاكتر راح تكون قيمتها واحد فاختاريت واحد ويبقى عدي الدي اي هي عدد ايام الغيوم اللي ما تشرق بها الشمس اختارها بالسؤال قيمتها واحد واحنا اتفقنا انه الدول العربية دائما نختارها قيمتها واحد والدي ام ايضا ايضا قيمتها واحد وتبقى اخيرا دي اوف دي اللي هي نسبة التفريغ بالنسبة للمطارية هو قال لي تفرغ مية بالمية بمعنى ايضا اخذ قيمتها واحد فمن اجي اطبق المعادلة هذا القيم كلها واحد فقط عندي الامبير اوار بير داي هي 1130 فراح تطلع عندي الامبير اوار توتل 1630 هسا من اريد احسب number of battery عدد البطاريات عدد سلاسل البطارية يعني كم سلسلة اربط على التوازي فراح اقول لي predict total ampere hour هذا المتوقعة اللي انا حسبتها 1630 على البطارية ampere hour ايش قد البطارية الامبير اوار الخاص بالبطارية هو ايضا حددني اياها بالسؤال وقال لي تاخذها 200 ampere hour بالنسبة للبطارية فعليه قسمة هذه القيمتين اللي هي 1630 على الامبير اوار 8.1 طبعا لازم ان اقربها لانه ما عم يصير تكون عدد كسري لازم يكون عدد صحيح فقربتها الى ثمانية هي ثمان سلاسل مربوطة على التوازي اذا اريد اعرف كل سلسلة كم بطارية اربط بيها على التواليه هذه عملية راح اقول ايش قد عندي فولتية السيستم اللي انا اختاريت اختاريت للبطارية 48 فولت على فولتية البطارية الوحدة اللي هو محددني اياها بالسؤال هي 12 راح تطيني قيمة عدد بطاريات مربوطة عتا ومعنى ان كل سلسلة اربط بيها اربع بطاريات بشكل متواليه ومن ثم اربط ثم سلاسل على شكل توازيه لسه من اريد اعرف عدد البطاريات الكلية هي عدد السلاسل في عدد البطاريات في كل سلسلة فراح يطلع عندي ثانين وثلاثين بطارية الان اجي اصمم البي في بانل البي في بانل التصميم متى انه انا اعرف عدد الموديولات اللي انا راح استخدمها عدد الموديولات هو توتل بي في بانل سايز بالواط على الباور اوف وان موديول باور ما الوان موديول هو ثلاثمية وخمسة وعشرين هاي قبن بالسهال هاي محدد بها يعني يبقى الباور السايزينغ هذي يعتبق له هاي المعادلة اللي هي لبريدكت كونسبشن باور بالواط اور اللي هي تسعة عش بوينت فايف يعني حسبتها ما للاجهزة على الديلي لينكث عدد ساعات شروق الشمس باليوم اللي هي خمس ساعات ونص فانطاني هذه القيمة مقدارها ثري بوينت فايف جبت لي ثري بوينت فايف خليها هنا وهذه عندي ثري تو فايف من قسمتها طلعت عندي القيمة عشرة بوينت تسعة اذا لازم اقربها فاختاريتها قربتها الى العشرة لانه انا ما اريد ازيد بعدد البانالات بشكل عشوائي راح اضيف اثنين موديولين من الخلايا الشمسية الى هذه العشرة على اساس انه انا عندي الموديولات مربوطة بسلسلتين بالتوازي ليش راح اربط هن سلسلتين على التوازي لانه انا اذا ربطت على التوازي كل موديول يطيني 48 فولت هن كل هن صار عدد هن 12 فولت بعد ان ضفت او صار عدد عشر موديولات عشر موديولات بمعنى اذا خليتها على سلسلتين راح كل موديول يصير بها خمس موديولات في خمس موديولات خمسة فيه 48 فولت راح تضاعف الفولتية اذا انا اضمن انه الفولتية اللي حصلته هي اكبر من فولتية البطاريات وان اقدر اشحن البطاريات فعليه ما يحتاج لي اكثر من سلسلتين فبما انه سلسلتين احنا اتفقنا نضيف موديول لكل سلسلة ليش هاي اضافة الموديول لكل سلسلة لانه في وقت الصباح من اريد ان شغل الاجهزة راح تشتغل جزء من الاجهزة فهذه القدرة الناتجة من السولر موديول راح اشغل بها الاجهزة الكهربائية والمتبقي راح اودي حتى يشحل البطارية لكن المتبقي ما راح يكفي ربما لم يكفي لشحن البطاريات فعليه انا راح اضيف موديول لكل سلسلة لزيادة التيار والفولتية بالنسبة للموديولات حتى اضمن شحن البطاريات ولهذا انا اضفت عدد اثنين اعتمادا على عدد السلاسل لكل سلسلة ضفت لها موديول واحد فصار عدي 12 موديول فصار عدي بكل سلسلة 6 موديولات مربوطة على التوالي وسلسلتين مربوطة على التوازي ربط التوازي حتى يرفع لي من التيار وربط التوالي يرفع لي من الفولتية الان اريد احسب التوتال باور الفعلية لانه انا التوتال باور هذه سايزنج هذه البردكت المتوقع اللي انا حسبتها هسا الفعلية هي عدد الموديولات اللي هي اطمعش موديول انا اتفاق بها اضربها في قدرة كل موديول اللي هي قفن بالسؤال 325 مضروبة في الديلي لينك فرح تنطيني هذه القيمة مقدارها 21450 واط اور بير داي فعليه انه هذه الموديولات اليساني الصورة الموجودة لازم اضيف لها بعض موديول بكل سلسلة اخيرا حتى اصمم الانفيرتر لازم يكون قيمة الانفيرتر قيمة اقل من قدرة الموديول بمقدار 25% يعني هذا الموديول ينتج قدرة عالية واعلى من قدرة الانفيرتر حتى اضمن انه تشغيل جميع الاجهزة فالانفيرتر باور هو قدرة الاجهزة الكلية الامبير باور اضيف لها 25% سيفتي فاكتر هذا سيفتي فاكتر كونستان ثابت اضيف لها فقلت القدرة الاجهزة الكلية 8297 مليون جبتها جبتها من هذه القيمة 8297 هي قدرة الاجهزة مضافا اليها قدرة احمال بداية التشغيل هذه اللي هي الستارتنج امبير هذه اللي استخدمتها ضفتلها 25% حتى يطلع الانفيرتر باور اللي اكيد راح يكون اقل من القدرة الناتجة من التوتل وبالتالي راح اضمن تشغيل جميع الاجهزة اللي انا صممت لها هذه منظومة الطاقة الشمسية شكرا جزيلا شباب شكرا